شركة مارفيلة هوست الداعم الرسمي لقناة ألغوريتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سهلا وسهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم دارت إذن أثناء كتابتنا للكود من الأحسن أننا نقوم بكتاب التعليقات أو ملاحظات حول ما نقوم ببرمجته حتى إذا عدنا في وقت آخر سنستطيع بكل سهولة أننا نتذكر ما قمنا بعمله إذن هذه فائدة التعليقات في لغات البرمجة بصفة عامة لدينا ثلاث أنواع من الكومنتات التي يمكن أن نقوم بكتابتها في دارت أولا لدينا Single line comment يعني نكتب comment في سطر واحد فقط ونستقيم هذا الرمز وهنا نقوم بكتابة التعليقات مثلا هنا نكتب single line comment بهذا الشكل أيضا يمكن أن يكون التعليق كبير نوعا ما فنحتاج أننا نقوم بعمله في أكثر من سطر أو ما يسمى بالمالتلاين comment نقوم بعمله بهذا الشكل وهنا نقوم بكتابة ما نريد إذن هنا مثلا this is line one وهنا this is line two ولدينا النوع الثالث من التعليقات والذي يستخدم في عملية توثيق الدوال أو الكلاسات على سبيل المثال قمت أنا بتطوير مثلا package أو وحدة في دارت ومثلا سيستخدمها أشخاص آخرون فهم بالطبع يجب أن يقوموا بفهم عمل كل من هذا الكلاس أو من هذه المثود الموجودة في هذا الكلاس فنحن نقوم بعمل توثيق أو شرح لهذه الدلة أو لهذا الكلاس ما وظيفته ما هي الأشياء التي يجب أن نقوم بتمريرها له أو أيضا ما هي الأشياء التي سوف يقوم بإرجاعها لهذا الكلاس أو هذه المثود على سبيل المثال كيف أن نقوم باستخدام documentation comments نستخدم هنا الاصلاش لكن هذه المرة ثلاثة هنا في single line قمنا بعمل double هنا سيكون لدينا triple إذا نكتب هنا documentation comments بهذا الشكل وهنا نكتب مثلا الكلاس الخاص بنا ماذا يعمل أو المثود هاته مثلا ماذا تعمل إذا لدينا في documentation comments يمكن أن نستخدم هنا الاصلاش بهذا الشكل أو يمكننا أن نستخدم هاته الطريق بهذا الشكل وأيضا يجب أن نلاحظ الفرق بين documentation comments بهذه الطريقة وبهذه الطريقة هنا نلاحظ لدينا slash ثم هذه النجمة وتنتهي بنجمة ثم slash أما هنا فلدينا slash ثم نجمتان وهنا أيضا نقوم بتمرير النجوم هاته هنا في هذه الأسطر مثلا هنا line one هنا line two line three وهكذا وأيضا تنتهي بنجمة ثم slash إذا كانت هذا موضوع بسيط عن التعليقات في لغة دارت إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية تتشرح نلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر